اشتركوا في القناة في الثامن من دجمبر 1975 اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا بطرد عشرات الالاف من المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري وقد اعطى الرئيس الهواري بومديان الامر بتنفيذ هذا القرار الاجرامي في يوم عيد الاضحى العيد الذي تحول الى مأساة انسانية بالنسبة للذين شملتهم وكافة افراد اصرهم عملية الطرد وتمزقت اصرهم وسلبت ممتلكاتهم لقد وقعت هذه الجريمة في الوقت الذي كان فيه المسلمون عبر العالم يحتفلون باحد اهم الاعياد الدينية عيد الاضحى حيث اقتيد عشرات الالاف من المغاربة من النساء والرجال والأطفال والمسنين ومن دوي الاعاقة في اتجاه الحدود المغربية انهم افراد من اصول المغربية ارغموا على مغادرة الجزائر مطرودين من البلد الذي استقروا به منذ عقود من الزمن وغالديتهم رأوا النور فيه ان المعاناة تصبح كبيرة عندما يكون من يقف وراءها وتسبب فيها مسؤولون ببلد جار لم يراعوا اي دين او قانون وضع دولي او مرجع اخلاقي وانساني لقد قام دول حقوق الذين عاشوا هذه المأساة الانسانية بتحيينها وجعلها ذاكرة حية من خلال تأسيس جمعياته لهذا الغرض او عبر القيام باعمال فردية ومن خلال شهاداتهم وكتاباتهم ومرافاعتهم المتعددة ان الاحداث الاجرامي لشهر الدجمبر 1972 معروفة اليوم بالنسبة للعموم وبالنسبة للهيئات الدولية التي اطلعت على الملف من قبيل مجلس حقوق الانسان ولجنة حماية العمال المهاجرين ومن الضروري مواصلة اثارة هذا الملف دوليا لفضح مرتكبة من فضاعات في حق مغاربة الجزائر لقد تم طرح هذه القضية في اشغال الدورة 28 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجونيف سنة 2015 وكانت اللجنة الاممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين قد اصدرت توصية تدعو من خلالها السلطات الجزائرية الى تسوية ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسف لعسكر الجزائر وتعويض جميع المرحلين المغاربة الذين سلبت ممتلكاتهم وعقاراتهم من طرف الدولة الجزائرية ان هذه الفضيحة تقتضي من كل الشرفاء مواصلة العمل على هذه الاحداث التاريخية من اجل تسجيلها وفق منظور تاريخي واعادة الاعتبار لكرمة الاف المغاربة المطرودين وكذا التحذير كي لا تتكرر جرائم مأساوية كهذه في تاريخنا وبمناسبة الدكرى الـ 45 لهذه الجريمة المؤلمة نوجه نداء الى كل الاشخاص الذين تحركهم هذه المبادئ كي يلتحقوا بالتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الاصل المغرب المطرودة من الجزائر سنة 1975 من اجل تقاسمها وحملها وايصالها الى حد الاعتراف بالخرقات الحاصلة وايضا لتذكير المسؤولين الجزائرين بثقة لمسؤولية شاملة تظل ثقيلة لحمل الحكومة الجزائرية على الاعتراف بجرائمها من جهة ولرد الاعتبار للمغاربة المطرودين من ترابها ظلما وعدوانا من جهة اخرى احنا كان طلبون حقنا رجعنا زازائر دعونا حقنا عندي هرش ودات من زازائر كسلم عليهم بالزاير ولكن تمنيت نشوفهم